من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس مهم جدا لإنهاء معاناة سكان غزة وأعرب جوتاريش خلال مؤتمر صحفي عن شعوره بالأسى والقلق تجاه العمليات العسكرية التي تنافزها القوات والإسرائيلية في رفح الفلسطينية وعند معبر رفح البري بالجانب الفلسطينية أشعر بالأسى والقلق تجاه العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وعند معبر رفح البري بالجانب الفلسطيني وأحث إسرائيل على وقف أي تصعيد وأن تشارك في المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق مع حماس وعلى الطرفين إظهار الشجاعة السياسية وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق فورا لإنهاء معاناة سكان غزة